الكل عايز يغادر استاد برج العرب يعني الناس خلاص بكرة بنسبالهم راحة وعيد فيعني اكيد طبعا بنلتمثلهم كل العزر لكن كمان قبل ما نختم معاك نضمننا كمان الكابتن سامي ومصان مدار الفريقة للنادي الاهلي مبروكة كابت سامي وفي البداية الاول عايز اقولك عيد سعيد عليك على الاسرة على كل جمهور النادي الاهلي واحل عادية النهاردة كابت سامي الفوز المهم جدا لكل جمهورنا الحمد لله طبعا كل سامي تطيب وجمهور النادي الاهلي وكل الناس في الامة الاسلمية بخير ان شاء الله ودايما في عايز ان شاء الله مباراة اكيد الانطلقات والبدايات بيكون مهمة بشكل كبير وبتحتاج شغل فني على المستوى الفني بالنسبة للجهاز وايضا كمان لعبت النادي الاهلي بشكل عام المباراة النهاردة تقيمك لها ايه اداءنا لعبنا على قد المباراة على ما اعتقدك زي ما انت بتقول البدايات مهمة جدا وممكن احنا الحمد لله مستعدين كويس جدا من فترة من قبل المطشن بتوع الدوري زي ما انت تقول انت بتلعب على هدف معين بتسعيله عشان تركز في اللي جاي اكتر الحمد لله لعبنا يعني اه زي ما انت تقول على القدم وقراب لسه كان عندنا حاجات اجابية كتيرة جدا ولعيب الحمد لله وبقى فيه منافسة كبيرة بين اللعيبة وبقى فيه حلول كتيرة الحمد لله المستر مارتن يقدر يختار منها وده الاهم يعني الوصول للمرمى واهدار الفرص ده ممكن يزعج شوية للجهاز الفني لكن الوصول المستمر بشكل كبير ده شي امور دي الفنش هو اللي عندنا ممكن مشكلة فيه لكن ده مع البدايات احنا لسه كمان بداية موسم وبداية بطولة افريقية تتفق معايزة في هذا الامر ولا كبير معك طبعا مهم جدا طبعا لين انت تتنهي لكن مهم ده اي مدير فني اللي هو يوصلك يعني بتبقى محتاج اقاطوا فيه شوية محتاج تركيز شوية من لعيبة زي ما انت بتقول لسه في بداية موسم لكن برضو يحسب ليك اللي انت بتوصل عندك الحمد لله برضو رجوع اظهر والتهديف احمد الشيخ الحمد لله تعالي برضو نفس القصة يستمر سلسلة اداء الطيب فكل ده حاجات ايجابية احنا دايما بناخد الايجابي والسلب ان شاء الله بنقدر نتجنب الفترة اللي جاية لكن احنا نفكر بقى ان شاء الله المطش اللي جاية مطش مهم بالنسبانة وبطولة جديدة ان شاء الله ان شاء الله نقدر نحافظ عليها ونجيبها ان شاء الله البطولة اللي دي لايجب اذنان ايجابيات بجانب الفوز يعني لو بنكلم على الايجابيات على مستوى اللاعبين في بعض اللاعب النهاردة اظهر بشكل جاد جدا يعني كابت تسمي لو بنعدي الايجابيات ايه بنوجتنا ازا الاجابيات اول حاجة المكسب ده مهم جدا اللي انت بتعدي برضو بتقرب للي انت بتعدي ظهور ايجابيات اللي انت بتحاول برضو تحوز على سلسلة انتصاراتك اللي انت اشتغلتها من اول مرجعنا الحمد لله بعد المعسكر اجابياتك النهاردة الشيخ جراردو اجابياتك النهاردة رمي ربيعة اجابياتك النهاردة علي لطفي طبعا اجابياتك النهاردة علي معلوله السمرار اداء وطيب اللي انت بتتطمن برضو على رمضان صبحي ازهار عودو دور التهديف فكل طبعا دي حاجات اجابيات كتيرة يعني لكن احنا طبعا بنأمل دايما الاحسن فان شاء الله الفترة اللي جاء ان شاء الله يبقى احسن الفترة جاء لنا بإذن الله بدل التركيز لببارات بيرامدز والكاس واختلاف كبير جدا عن بطولة الدورة البطولة الافريقية كيف ستستعد النادي الاهلي لهذه المباراة على المستوى الفني وايضا كمان المستوى المعنوي اللي انتو بتبثوكوا للعين عندنا طبعا احنا اجازة بكرة طبعا بعد كده ان شاء الله نبدأ الاعداد للمطش لكن احنا نتعارف اللي احنا دايما بنستعد المطش بعد ما بيخلص فأكيد دلوقتي احنا بنحنتفرج على المطش بيرامدز اللي فات والمطشاط اللي بتاعت الدورة لانه برضو ممكن يكون فيه اختلاف من اللعيبة وكده الكلمات يعني وطرية اللعبة ومدرب جديد لكن احنا برضو عندنا هدف لكن اهم طبعا انت انت الاهم لان انت معظم الناس هي اللي بتالع بنادي الاهلي لكن احنا برضو بنحترم كل خصف نشتغل عليه كويس لكن الاهم ان احنا ان شاء الله يكون في حالتنا واعتقد ان احنا لما بنا في حالتنا اعتقد ما فيش اي فرقة ان شاء الله كنا بنعمل يكون في عدد كبير من جمهور النادي الاهلي متواجد لكن رغم قلة العدد دور والتحفيز والمسندة المستمرة لو بنقول رسالة لجمهور النادي الاهلي المسم اللي جاي ده محتاج تواجد مكثف ومجوق كبير بيبزل من مجلس الادارة ووزارة الداخلية لكن مطلوب من الجمهور فتر الجمهور ما ليش بيدوا حاجة الجمهور لو طلب في اي وقت اللي هو يبقى فيه متاح لهم اللي هو يبقى فيه واكيد جمهور النادي الاهلي موجود لكن بالنسبة لناREW ده كانواий استد حاجة حاجة مهولة يعني حاجة كويسة جدا يعني حاجة ما شفناش بانة فترة كبيرة جدا بتلعب نهايق دوري فيش جمهور بتلعب المطشطة الأفريكية اللي قبل كده فيش جمهور وانите عارف دايما ان النادي الاهلي دايما مبني ان جمهور النادي الاهلي ده هو طبعا السند بعد ربنا ليه وهو اللي بيقف دايما في في اوقات صعب جدا فدره النادي الاهلي لكن أتمنى إن شاء الله من المسؤولين إن شاء الله بعد النجاح الباهر في البطولة أفريقيا وتنظيم المشاء الله يعني كان على أعلى مستوى أعتقد إن شاء الله لفترة جاية ديات الشرطة والجيش قادرين إن شاء الله اللي هم يأمنوا ومقا مش أكتر من كده وأعتقد الجمهور نادي الأهلي وجمهور كل الأندية يعني مغد النظر عن الأسامي جمهور ملتزم وأعتقد إن شاء الله الأمور ترجع للنصابها تاني ويبقى إن شاء الله جمهور يملأ المدرجات بإذن الله شكرا بنشكر أكيد للجميع كابتن إسلام